يتجمع نحو أربعين شاباً تونسياً في عطلة نهاية الأسبوع ويتوجهون حاملين حقائب على ظهورهم إلى غابة أتى عليها حريق قبل سنوات في مهمة لإعادة غرس أشجار الصنوبر الحلبي أمامنا تحدي في سولي واجرين وهو أن نزرع 12 مليون شجرة بحلول كانون الأول ديسمبر 2020 وهو عدد السكان في تونس أي نحن نزرع شجرة لكل تونسي أسس مجموعة من الشباب جمعية سولي واجرين التي أطلقت الحملة في تشرين الثاني نومبر الفائت وهم ينظمون حملات تشجير قلال أفصل الشتاء ويقدمون استشارات إلى جمعيات أخرى تشترك معهم في الأهداف وتقدم الحكومة الدعم للجمعيات عبر تدريب المتطوعين ومدهم بالآلات اللازمة والشتول وشاحنة تنقل الماء للري لكن كي جربنا مع المجتمع المدني تحصن على نتيج أفضل كنا نزرع مثل وحدنا نزرع في ألف شجرة معناها في اليوم مع المجتمع المدني نزرع في أربع آلاف وخمس آلاف معناها في اليوم لا تزرع الأشجار لتدارك التلف الذي تخلفه الحرائق فحسب بل يتم غرس شجر النخيل والزيتون في الكثير من المناطق في تونس لمقاومة التصحر وتتعرض المساحات الحرجية كل سنة في فصل الصيف لخطر الحرائق التي تأتي على مئات الهكترات وتسعى السلطات بالتعاون مع المزارعين والسكان إلى تدارك نقص الأشجار بزرع مزيد منها سنوياً اشتركوا في القناة